السلام عليكم البنات كيف دايري اللبس عليكم اتمنى انكم تكونوا باخر في احسن الاحوال يا رب اليوم ان شاء الله فيديو جديد روتين جديد غامدة معكم ان شاء الله من العشية يعني روتين مسائي اول حاجة بديت هنا يا كان نوجد القوتة الوليداتي اه هنا يا كان عندي واحد الكيك اللي كون ديجا مصايبة غاد نشاركو معكم ان شاء الله صراحة كي يجي غزال كي يجي معلك باش شكولات من اروع ما يكون كي يحمقوا عليهم الوليدات وصيبت هنا واحد الحرشة ديال السميدة اخلاصها معروفة الحرشة كان معتد اه كان ديفان سكيلو ديال السميدة هاكا شوية ديال ملحة شوية ديال سكار شوية ديال الزيس وكان بسبسها وشوية ديال الخميرة وكان بسبسها هاكا نجمعها بالماء وخلاص درسها كاف المقلاط طيب هنا يا رفقتم بهاد مرافقات زبيدة كون في تير شوية ديال فرماج واكيد داك البريري ديال اتال اللي لا يستغنى عنه اه هناي الحرشة بلنطب ليشفك كي جي محمرة زوينة صراحة كي جي رائعة اكيد شنهار غد نشاركها معكم بتفاصيل ديالها كي جي صراحة زوينة بحل ديال الزنقة وحسن قعمل ديال الزنقة كي جي رائعة اكيد غد نشاركها معكم ان شاء الله ومن ديال وجهة القوتي الويدات سنعطيهم باش يديروا القوتي ديالهم باش ينري خدموا الواجبات ديالهم هكا طبلا بسيطة شوية ديال كي وشوية ديال الحرشة والله ما قدمها النعمة وحفظها من الزوال واكيد غد نشارك معكم روسيني المسائي اللي عندي فيه شلام عيد دار هكا ناخدوا القوتي ديالنا وارجع معكم ان شاء الله هنا اول حاجة دخلت جبت هات الساكان وهات الشوانت اللي فيه مش للاح ويج غير معمرين مهم غد نشوف اه اللي لايقا واللي ما لايقاش اللي لايقا غد رجع بلاسة واللي ما لايقاش على التحييد اكيد شحام حاجة ما لايقاش هكا ولداتي لاحت ان شحام حاجة صغارت عليهم ومش حام حاجة غير معمرة مهم غندير كونترول هكا اللي حويجات واللي هادا غير رجع البلاسة واللي ماذا سفي غدين غدين حييدها وغدين رتب ان شاء الله كل حاجة ببلاسة وكل الحاجة غير ترجع بلاسة وغنوريكم ان شاء الله كي باش كنرتب الحويج ديال ديالولداتي كيما كتعرفوا انا عندي توقع يعني را عندي كشلة دلحويج وكثرة دلحويج يعني لما انضمتوا مش الله اكيدا يغلبوني وغايتكركبوا لي وما عنا عطيش شي حاجة فين كينا مهم انا منضم اللي محويجة ديالولد البلاكار كي جيني صراحة عمالي كل حاجة كي تجيبيني ليا كامسحوا دائما هكا بلاي لانجيت لي كيعطيني ريحة زوينة وتعقيم كيب كنقولو الله ما جيف فلوس ولا جيف الصحة وفعلا كيعقم لك الحاجة وكتبقى تواحد الرويح زوينة هكا في البلاكار عكس ما انك يديري الماء والمنظفات وهذا دكش هكي خرج لكم على الحويج وصافي كنفضل هكا مسحوا بلاي لانجيت حتى العمالي ديال التنظيف كي تجيساه لسيغتو انه بيض وكيبان فيه الوسخ يعني رخصو يوميا انه يتمسح سارك حتى ندنو عندي البلاكار تصدق لي زوين صراحة من هالي ولدت ولداتي هو عندي صراحة نصدق لي اغزال لقد سيناي واحد الشورطات باقين كي دوروا مع الحويج هذا ماشي باق الشورطات صافي جمعتم حيتم مع العلمة ان ان حيت حويج الصف وات الشورطات عدو فلسولية ومن هيدس كانتو اللي هم السيري ولسي ديالهم هالطريقة ديال الطوية هذي كجيني ساهلة وعملية وما كتاخدش لي البلاسة بزاف وما كيتكركبوش لي الحويج كان بغنجبتش حاجة كالقا موجودة كنتوسر والعلى جوج ونعود نطوي على الاربعة ونعود هذيك الطوية على الاربعة نطويها على جوج كجيني هات طوية هكا ساهلة وكجيني عملية تا الطريقة ديال الترتيب ديالهم كجي ساهلة وكيكتلكم مني كسبغون جبدو الحويجات راهم كل شي باين بتاسبغي ماتلا شي سرواء راوتي عيطيك تقولك ها انا ماشي كتصبحي تالفة بغيت سرواء الكحال بغيت سرواء الزرق فين هادا فين هادا تاكشي مرتب كل حاجة كتخاف لاصة انتم غتشوفوا الطريقة كباش كنرتبو فابتالي ابنت هادة هيد طيية ديالهم شوفو كيفاش كنت قمناها كففه البلاكار كنحط واحد متكي على واحد حتى كنعمر المجر كامل فكت جيني الطريقة سهلة وملي كنبغيشي حاجة را كمشي نجبذها هكيا مباشرة ما كيتلفلية تشي حاجة هاتري ما نشوفوا بهالطريقة هادي خاصة اللي عنده وليدة صغار وعنده الكركابة دي الحويج هالطريقة هادي را هكيا جي سهلة عكس انك يديرهم هكيا في الماريو او في شي بلاكار وحدة مطوية فوق واحدة اكيدة را كتوقع الكركابة ما كتوقع تتعرفين من هذا من هذا وهالطريقة هادي انا كندير احتل هكا كندير احتل البوديات احتل الاكسيري ولا تخلاني اي حاجة كننظمها بهالطريقة هادي كجيني سالحة بنسبة لهاد تريكوات وهاد البيلات وهاد الحويج الغلاط هكيا الفوق تهوما كنديرهم نفس الطريقة كنشد هكيا هاد البيل بحلكة كنخشيلو الكمام ديالو ونخشيلو القب ديالو الداخل وكان طوي تهوها نفس الطريقة شرحها راسا وكان عود طوي تهوها على ثلاثة صافيكي جيبايا كجيبايا اليكتريك وبين اللون مني كتبغي تجيب ديالشي حاجة را كتجيك ساهلة كبشينيشن كتجبديها موم هاي الطريقة غاد شرح لكم راسا كيفش انا كنطويهم موم انا غنستمر غاد نطوي الحويجز كاملين بحل ما هكدا يا وغاد نرجع عمو البلاكار اللي انا بقي عندي حويجز بزاف اللي جيت نشاركه معكم هنا يا بقيس موم الطريقة راها واضحة كيفش كان طويهم وكيفش كان نرتبهم وموم غاد نطويهم كاملين وغاد نرجع عمو البلاكار وغاد ننضم لهم حويجاتهم كاملين وبغيت ندوز نصايب لهم شي حاجة للاشا وغان شاركها معكم اكيد لا سولتهم كتليم شنو بغيت اقول لاشا انا عارف الجاوب مياه في مياه قوكس باكيتي انا وليداتي فيما كانت شاور معا مشنو ديلكم لاشا كيكس باكيتي ما كتطلعش لهم فلاصهم بصفة نهائية واش وليداتكم تنسو ما هكا ولا غي وليداتي امو هادي نكمل يوم بعدا نحي داليا دا الروينا دي لات البلاكار اذا هم وكنت هزاكا صراحة ترون اه خاصة ولادي سيقول لك يبغيو يجبدو الراسهم تهم احواجهم كانوا رونو وده باع تقديسهم ده بادي نستلوض لبغي يجبدو حاجة الراسهم صراحة باش نعلمهم انهم يبدلو حيجاتهم من راسهم وانهم يجبدو حيجاتهم من راسهم خاصهم يلقوا دا كش يمطوي امقات قدامهم انا بغي يجبدو حاجة مو ما نكمل علي هاتش هكا وغادي نطيب لهم العشاء اكيد غادي نوجر تسباكيتي وغادي نشاركها معكم بواحد طريقة صار حسن كتجي غزالة يا لبنات كنتمنى انكم نجربوها كتجي معلكة وكتجي في النوم موم هنا اخديت واحد الكمية دي الكفتة ماشي مشكيل تكون عندكم غي شوية دي الكفتة فهاد الوجبة هاديرك كتجي بينه وكتجي غزالة غادي ندلها شي شوية دي البزار شي شوية دي الملح والتحمارة ما غاديش نكتر لها التوابل باش تبقى الكفتة فارضة الوجود ديالها هنا يزد شوية دي الملحة وشوية دي المعدنو الصافي وغادي نعجنها نصحكم هالبنات ما يكونوا لها بباطاكا ما تكتروش التوابل في الكفتة باش دي الكفتة بينها اما لكترتوا التوابل كي يغطيوا عليها مو ما هنا يدرت لها لقامة ديالو خليتها على جانب هنا يدرت لها المغليان غادي ندفلي سباكيتي اكيد سباكيتي لبنات نوعية ممتازة تكون ديال ديال الزراع باش ما تعجنش ليكم دائما نخدوا نوعية ممتازة كتكون هكا صفرة راكين واحد دنوع كي يكون بيضا وهدنوع كتكون صفرة ديالي زوينة ما كتتعجنش كنضيف لها واحد الاضافة باش كتجي لدي دا كنديل لها واحد جوري قديسي دنا موسى وكنديل لها الملح وكنديل لها التوما غبرة لما كاش توما غبرة ممكن ديرو جور درسة ديال التوما صراحة ماليكا تسلقوها في هاد الثالث المكونات كجي لدي دا غي جربوها لبناتو جوري قديسي دنا موسى والتوما غبرة والملحة صافي اخلي واعلى جانب انها تسلق وردو معها البال عطا وهالوقت الكافي ما تخلي واش تعجن بزاف وما تخليوش كخضرة هنا ياخدي سمقلي درس فيهاش شوية ديالزيز وغادي نضيف الكافتة ديالي هنا باش تشحر الكافتة كيف ما لاحطوا ما كورتها موالولي انا اني غنطيبها مفرتة اتشي علاج قتلكم ولو تكون غي كيمية قليلة ديال الكافتة كاتجي باينة ونحرص عليها اننا مقاون نحركوها كبشي ملعقة خشبية باش ما تكورش لنا بغينا احنا تجي مفرتها كحبيبات رقاقين كاتجي رائعة في سباكيتي وكاتجي مفرقة على سباكيتي كاملة عكس من اللي ان انا كنديروها غي كويرات ونردو البال مع سباكيتي مرة مرة ونحركوها هنا ينضيفتوا واحد جوج درسة ديالتوما ما كنبغيش نضيفهم في اللول باش ما يتحرقوش ليه في اللول مع الكفتة مليكا تكون كاتش حر سنبغي هكا لنسمة ديالتوما تبقى حتى للاخر باش تبقى هكا باينة غادي نضيف حتى لاصوس طماط بنسبة لاصوس طماط ممكن ابنت تستعملوا اي لاصوس بغيتو انا اختيت هنا يغيو واحد ثلاثة الحبت ديال ماطاشا طلعت فيهم الغلية وطحنتهم هما هادو ازتماعهم واحد المعلقة كبيرة ديال المركز طماط يعني ممكن اي لاصوس طماط كتستعملوا وهي اللي ممكن تستعملوها اه تشريوها واجده او تصيبوها الراسكم اللي بغيتو صافي هنا يو غادي نخلي هاد لاصوس طماط طيب مزيان ما غاديش نزرب عليا حتى اكيد ما تشري عا ترخي المادية لها فخاسنين خليها حتى تشحر ليه مزيان هنا يو هاد الاضافة هدي غادي نزيد واحد المعلقة كبيرة ديال الزعتر كتعطي واحد البنة رائعة في الباطكة نصحكم تقود دير الزعتر في الباطكة جوزينين صافي غادي نخلطها وغادي نغطع ليها وغادي نصنع ليها حتى تشحر مزيان عاد غادي نتفعل لها يلسمي ههيني هو مهني هاد الاضافة هدي يجل راه الطابطه غادي نضيف فيههوا معلقة كبيرة زيت البلدة وغادي نحاول نحلها بها بش نضمن انها را راها مفر كاها كما مع جنا ما تشي حاج أيضافة ديال 2% منها واحد اللي بنا زوينا هنا جلا spat LGBTI وهو هاد دير الزعتر century بجهر صافي هايا لاصوس dio치를 تطابطه سوف نضيف عليها سباكيتي نحاول نخلط لاصوس مع سباكيتي كي تشوفوا شورة تشحرت ووقفت بقى تغير لاصوس والكفيتة وذيك الكفيتة هكا مفرد ساوسط منها سوف نضيف هنا في سباكيتي ونخلط حتى تشرب لي لاصوس مليان على تشكيل هذا وغادي نجيب واحد هكا طرف ديل الفروماج احمر او شيضار اي نوع ديل الفرماج تسوفر لكم انقطع مكعبة صغيرة وغادي نضيفه في الاخير لها تسباكيتي كي اعطاها واحد تعليك اللي كاتجي غزالة كاتجي الديد 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 هاد الاضافة ديت الفرماج طبعا تحل ما كانش عندكم اما غاديرو سرغي هكا كافي ولكي لا توفر غي زيدوه ركي اعطاها واحد البنة رائعة البنة سوفو غادي نغطع ليها اعلى ما يدوب دك هكا دك الفرماج سوفو وغادي نحيدها البطرة نديرها مييلة باش دك الفرماج يتشمع ليه ويدوب سوفي كنحصل عليها اعلا Hudشكل هذا صراحة كاتجي رائعة كاتجي زوينة البنة منصحكم انكم تجربوا بها طريقة هدي وكاتشوفوك تلاحظو انها راها كل ملبسة بالكفتة ولو ان النار عندنا نغيش شوية ديال كتا كنتمينا لبنات انها الفيديو هدا يعجبكم وينار ريضا ديالكم كنتمينا لعجبكم بتشجعوني باللايك والتعليق وبنسبة بنات جديد يتابونوا فلاشين بجدائما شكرا جديد ونطلقا الفيديو